الخبر التاني اللي معنا ياسمه برضو هو خبر مفرح خبر ليه علاقة بثقافة يعني لم نعتاد عليها في مصر وهي ثقافة مكافأة المثيب مكافأة المكتهد الحقيقة محافظ شمال سيناء كرم عدد من الأطباء اللي أسهموا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المحافظة طبعا في حضور المحافظ محافظ شمال سيناء ورئيس جامعة القاهرة وعميد كليت الطب بالجامعة خلينا نروح نشوف التأذير ونرجع تاني مجموعة مكونة من خمسين طبيب وأستاذ من مستشفى القصر العيني كرموا لما بذلوه من جهد لعلاج المرضى في محافظة شمال سيناء وذلك تبقى لبروتوكول تعاون بين مستشفى القصر العيني جامعة القاهرة ومستشفى العريش العام الفكرة أننا بيكونوا في حوالي 16 طبيب بيكونوا مجموعة تخصصات التخصصات الحارجة أو تخصصات اللي صعب أن هي تتواجد بصفة مستديمة أو صفة دايمة داخل محافظة شمال سيناء وخاصة داخل مستشفى العريش فالبروتوكول دا بيعوض عدم وجود تلك التخصصات الحقيقة الرد الفعل من المواطن في شمال سيناء كان جميل جدا حقيقة كلهم مبسوطين من أنهم بيقدروا يتعالجوا بكل تخصصات الطب بقت موجودة في مستشفى العريش في شمال سيناء فما عدوش محتاجين أنهم ينزلوا القاهرة أو كده يتعالجوا كل الأعمالياتهم بتتعامل هناك كل رعاية مركزة تخدير جراحة مخ وعصاب جراحة أوها دموية كله بيتعامل بدأ منذ أربعة أشهر توافض قوافل طبية من ثلاثة تخصصات مختلفة إلى محافظة شمال سيناء بصفة دورية وذلك لمساعدة الأطباء في مستشفى العريش العام وسد أي عجز حاسس بفخر عظيم أن أنا عرفت أشارك في حاجة زي كده مهمة جدا أو في نظرين هي مهمة جدا أنه حدي يقدر يعني يساعد في منطقة زي دي وده يبقى يعني زي إشارة في لنا أن إحنا نقدر نشارك في حاجة زي كده إحنا عملنا شغلنا أنا دكتور دكتور في القاهرة دكتور في اسكندرية دكتور في العريش فأنا بالنسبة لي اللي عملته ده جزء من شغلي وكانت فعلا سعادة يعني مش عايز أقولك سعادة قد إيه إن إحنا كنو شغلين هناك في شمال سينة وشفنا الوضع بإحنا يعني ما سمعناش بقى كلام حد أو حد بيقول أو اللي بيحصل لا إحنا شفنا كل حاجة لأرض الواقع أطباء منذ أياد رحيمة خففوا الكثير من الألام وقاموا بأداء واجبهم على أكمل وجهة فلا طالما كان العمل الطبي من أسمى وأعظم الأعمال نادى شام يعني كمان برضو يا أسمى من الحاجات الممكن يعني استرعت أنت باقي في الخبر ده إن الأطباء رحيم منطقة ده كلنا عايزين نروح ننمي فيها كلنا عايزين نروح نتواجد فيها لن يهزم الإرهاب إلا بيئة التنمية لن يهزم الإرهاب إلا بيئة التنمية الدكاتر دين شافت شغلها وراحت ليه سفرت من الأماكن متاعتها ويأماكن وجودها وأماكن سكنها وراحت سفرت علشان تخدم الناس أهلينة اللي منجودة في شمال سيناء كل الشكر طبعا لهم طبعا والحلوة كمان رجائي أن يعني زي ما أنت قلت كده إن سيناء وشمال سيناء فيها كل حاجة مكافحة الإرهاب تنمية مشروعات قومية حديثة الاهتمام بكل المجالات بأهالي سيناء يمكن في سنين كتير عدت علينا كنا يعني بعيد عن أهالي سيناء وبعيد عن اهتماماتهم ومجالاتهم بس أن أنت كمان بتودي دكاترا وهم متحمسين ومبسوطين جدا أنهم راحوا يخدموا بشمال سيناء الحلوة كمان التأدير التأدير بيساعد أكتر أن أنت تتحمس تشتغل أكتر وينشط ويعز الثقة أكتر أن الدكاترا تنين كتير يحب يروحوا ويخدموا ويعني يستغلوا كل منطقة في مصر يخدموا فيها أهلها